من بعد ما رجعت من تركيا اكتر شي بعدني عفكر فيه وعبالي اني ارجع ضوء منه هو السمت التركي كتير حبيت اني جرب اعمل هالوصفة وقررت اليوم اني حضرها معكم انتو طلعوا معي السمت كتير كتير طيبين وطريقتون كتير سهلة للتحضير يعني ماكت متوقعة تكون هالقاد سهلة يلا خلونا نجرب هالوصفة سوا وبدى منكم تكتبولي تحت بالكمانز اذا انتو بتحبوا السمت اولا او اكيد ما تنسو قبل ما نبلش بالوصفة تعمل لايك لهالفيديو وتعملوا في سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب مش نتدلكون على اطلاع بكل الفيديوهات يلي بنزله لهذه الوصفة انا عايزة هوني الخلاط يلي هو الماشين اذا بتكون فيكم انتو تعملوها اكيد على ايدكن ما بيأثر كتير سهلة التحضير هابلش اولي شي عندهم بالوعاء بدي حط المي المي اللي عمعوزه لازم تكون مي دافي هاكتب لكم كل المعادير تحت بصندوق الوصف بعد ما حط المي هاديف عليهم السكر و هاديف فوق ضغري لطحين بعد ما ضيف لطحين من متأكد انو هاي كمية الطحين يلي بنحتاجها كل ييتها حطينيها بقلب الوعاء و بنرجع منضيف عليهم الملح الملح منضيفه فوق لطحين مشان ما تتأثر الخميرة و الدلة متفاعلة ها ارجع ديف فوقن الزيت هنعوز الزيت النباتة و برجع هلا هحط الهوك على الماشين و اخلطهم كل ييتهم سوا انو عم بخلط بخلطهم شوي شوي على الاول برجع بسرع الماشين و هزيد شوي من كمية الطحين الباقية يلي عندي على مراحل هلا بتشوفو كيف بالفيديو كرمال اتأكد انو العجينة تنعجن مضبوط و كرمالة تكون العجينة طرية بس ما بتلسق سو تطلعوا كيف انا بزيد هلا هيك شوي من اللطحين و برجع بتبعجنها بعد مرة لحديد ما اضمن انو عجينتي صارت عجينة مت كاملة و مت ماسكة مع بعضا ومنع عم بتلزق على يدي يعني تطلعوا كيف بحسة طرية و ما عم تلسق هلا بعد ما صار عندي العجينة جاهزة هتركها هشيلها سوري من الوعاء يلي هوني و هقطعها للقطع يلي انا بديهن هلا بهيدي الوصف فينا نعمل سبع قطع من السمد اذا بدكن انتو تعملوا القطع اكبر فيكن تعملوا اكيد اكبر بصيروا بتعملوا مثلا خمسة او اذا بدكن تعملوا صغار مني فيكن تعملوا كمان اكتر اول شي بجيب العجينة متل ما نكون شايفين و بمدة بشكل انو تصير عندي شوي هيك بالطول و بصير قطعها فينا نعوز الميزين اكيد تنزينهم و يطلعوا عنا كلهم نفس الحجم او يقما فينا نعمل تقديريا انا قطعتهم بهيدا الشكل متل ما نكون شايفين بالفيديو و قدرت انو الحجم يكون طلي عندي تقريبا يعني كلهم نفس الحجم ما في الا واحدة منهم طلعت شوي اصغر من البقايا بعد ما قطعتهم بعملهم هيك بالطول و همدمدهم كل ييتهم هوني انا حتى ورقة زبدي متل ما نكون شايفين بالفيديو وبعد ما مديتهم كل ييتهم ها غطيها هلا بكلين جراب ها اتركها لهي العجينة ترتاح حوالي نصف ساعة بعد نصف ساعة فين يكمل الشغل فيها اهم شي نترك العجينة ترتاح لانو هيك مشان تتخمر و ترفخ بعدين سو هلا انا ها غطيها بالكلين جراب او فيكن تغطوها بورقة زبدة تانية مع تحطو كمانا منشفة انا حطيت فوق الكلين جراب منشفة لانو كل ما كان عنا حرارة اكتر كل ما بتتخمر عجينتنا بطريقة اكسر هلا بعد شوي بعد 30 ديئة بشيل ها المانشفة وبشيل الكلين جراب لاحظوا كيف بتحسوا العجينة هيك رفخت شوي كبريت هيدا لانو خمرناها هلا حنبلش نشكل السمت طريقة تشفيل السمت كتير سهلة اهم شي تركزوا معي بالفيديو شوفوا كيف انا حاعملها وبصيروا انتو فيكن تعملوها بكل سهولة مناخد كل قطعة منبلش باول قطعة هوني وحنبلش نمدة بطريقة هيك يعني عم نبرمة اول شي فينا نبرمة بين ايدينا او فينا نحطها على الطاولة عنا على الحيلة شي انتو عم تشتغلوا عليه وتبلشوا هيك تمدوها بدنا نحاول ان تكون رفيعة هيك من النص ونخلي الاطراف السميكة لانو الاطراف هي اللي حتهدية على بعضها سولحظوا كيف همحاول هيك مدمدة انا كلياتها بدلني محافظة على الاطراف انو يكونوا السميك والنص فيكون كمان شوي سميك بس دايما يعني بحاول رفع وخلي السميكة على الاطراف هلا حيرجع مدة بهالشكل بتجمعها عبعضها وحبلش لفلفة وبس تلفة بدي ابرمة دائرة وبس تلفة دائرة حجيب الاطراف اللي انا قتلكم لازم تركهم سميك ورزقهم ببعضهم وصار عندي شكل السميك جاهز هلا هيدا الشكل بكل سهولة انا فيني وسعه هلاحظوا كيف بوسعها بالحجم يلي انا بديه بعد ما تكون جهزت عنا السمت هعمل واحدة تانية معكم بس بعد ما تكون جهزت معنا السمت بنحطة بيه سينية وكمانا هنرجع نغطيها ونخليها تتخمر كمانا شي حوالي 20 دقيقة قبل ما نبدأ بالمرحلة التالتة والمرحلة الاخيرة بها الوقت هم بتجوفوا مرة تانية كيف منحضر السمت ما تنسوا تعمل اللايك للفيديو واكتبولي تحت اذا حتجربوا هالوصفة او لا هلا بعد ما جهزت هيك بهالشكل متل ما نكون شايفين تفقنا نغطيها ونتركها ترتاح 20 دقيقة وبعد العشرين دقيقة هنكمل بالمرحلة الاخيرة تبعيد هيدا السمت المرحلة هيدا بتطلب مننا انه نحمس سمتهم ياما فيكن انتو يكون عندكن يقردي محمس بتعوزوا اذا ما انه محمس لازم تحمسوه شوي على النار وبدنا بوعاء نحط ربع كوب من الماء مع ملعقتين كبار من دبس التمر او دبس الخروب واحد من هول الاتنين تنخلطن كمان كتير منيح نرجع منجيب السمت اللي نحنا حضرناها منغطسها بخليط الدبس يلي هو مخلوط مع الماء وحنرجع نحتى فوق السمسم يلي هو محمس لاحظوا انا بين كل حركة وحركة بوسعها شوي للسمت بكتير سهولة فيكن توسعوها وهذا الشي ضروري لانه هي هيك بتبعها بتكون كبيرة شوي سو بضيفة علي السمسم وبدلني عمكمل لحتى يخلصوا عندي كل السمت بحلوقت ما نكون نحنا محميين الفرن بعد عدرج الحرارة 180 وبعد ما نكون خلصت كل السمت اللي عندي بتركن يرتاحوا 10 دقايق قبل ما اخبزهم بالفرن نخبزهم متل ما قتلكم على 180 ونحطهم بنص الفرن ندلهم بالفرن يعني بين الخمسة عشر والعشرين دي قالة حديد ما تحسوا انه رفخوا شوي كبروا وحمروا هلا حتشوفوا كيف بيصير شكلوا بعد ما نسويهم بالفرن كتير بيطلعوا حلوين وحتى ريحت البيت كل يتعى بعضها بتصير كتير حلوة طلعوا كيف هن بالفرن شوي شوي هتحسوا انه بلشوا عم يكبروا بالحجم ولما يكبروا شوي وبتلاقوهم رفخوا ولونهم بيصير بيغمى بيصير هيك بيحمر وبيصير شوي على جولدن هيك يعني صار عنا السمت جاهز لما يجهز عنا السمت فينا نقدمه حده مع شوية لبنة جبنة زعتر اللي بتكون هيه هو معروف انه بيتقدم على الترويئة او على العشاء ان شاء الله يرب تكونوا حبيتوا هيد الوصفة واذا حبيتوها ما تنسوا اللايك ما تنسوا كمانا سبسكرايب لقناتي وحطولي تحت كومنت حلوي وجربوا الوصفة وبعتولي اياها بعطولي الصور عندي على الانستجرام وبالاخير بحبقلكم صحتين والف هم اشتركوا في القناة